بشكرك شكرا جزيلا وكل التحية لحضرتك الدولة المصرية والرئيس عفتاح السيسي والدولة تحركت سريعا جدا لإغاسة أشقائنا وحبيبنا في سوريا الشقيقة وأيضا للشعب التركي أيضا الصديق كانت التحرك على مستوى الدولة المصرية مصر بعت خمس طائرات عسكرية من المطارات المصرية لنقل هذه المساعدات زي ما حاكم بتشوفوا دولة العظيمة مصر بتبعت مساعدتها إلى سوريا بتبعت مساعدتها إلى تركيا زي ما حاكم بتشوفوا من الشعب المصري إلى الشعب السوري والشعب التركي أيضا مصر زي ما بقول لحاكم طبعا لا تتأخر أبدا وده دور الدولة المصرية والرئيس لما إدى توجيهات بإرسال هذه المساعدات خمس طائرات عاجلة طبية بتنقل مساعدات وزارة الصحة المصرية مساعدات طبية عاجلة لتركيا ولي سوريا لمواجهة الزلزال المدمر اللي حدث فجر الاثنين الماضي ومازال مستمره هياخد وقت يعني هياخد وقت هذا الزلزال وتداعياته رئيس تركي النهاردة عايز أقول لكم فيه يعني ملاعب كرة القادمة النهاردة فيه في تركيا حاولوها باقة خيام عشان الناس فنادق كمان نقلوا الناس ليها أيضا محلاء مراكز تجارية ومولاد تجارية نقلوا الناس ليها الناس مش لاقيين وبالتالي الخيام في درجة حرارة تحت الصفر وسلوج ولكن زي أقول لكم من الشعب المصري إلى الشعب التركي الشعب المصري إلى الشعب السوري هذه هي الدولة المصرية ودي مصر لما بتكون تقف بجانب الأشقاء في كل المحن سواء في زي أقول كده في يعني مشاكلهم واحزانهم مصر موجودة وداعمة بمنتهى القوة والتحرك المصري بدأ بعد وقت قصير جدا أول حاجة كان بان الخارجية المصرية ثم اتصال من وزير الخارجية مع وزير خارجية سوريا ووزير خارجية تركيا ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي والرئيس السوري أيضا ثم بعد ذلك تصل هذه المساعدات وأيضا تصل الفرق المصرية إلى الأماكن في شمال سوريا وإحنا أول دولة تصل فرق مصرية إلى الشمال والغرب السوري وإنت رايح المناطق دي لأنه المناطق دي محدش بيعرف يدخلها من الآخر يعني كان صعب على أي حد يروح ولكن تاني لأنه موقف مصر مع أشقائنا زين بقول كده قدرت تدخل شمال سوريا اللي محدش يقدر يدخله إحنا دخلناه غرب سوريا لأنه الأماكن دي مش تحت السيطرة الرئيس السوري بشار الأسد لا دي فيها فصائل مسلحة وفيها تنظيمات وفيها دول وفيها يعني كل اللي ممكن تتخيله أو يتتخيله موجودين في هذه المناطق هم اللي بيتسيطروا عليها طب مين اللي راح هناك أول حد عايز أقول لكم الأمم المتحدة مش عارفة تدخل الأمم المتحدة مش عارفة تدخل والدول الغربية زي ما أنت شفت عندهم مشاكل بس أنت مصر الدولة الكبرى قدرت أنت الدولة الأولى التي استطعت الدخول إلى هذه الأماكن الأماكن دي تثابت العالم كله سابها العالم كله ساب لأنه فيه قانون أمريكي اللي هيروح هناك هنتعامل معاه وبعنده مشكلة موسيقى